أنا الأول عايز أفهم والناس تفهم معايا إيه هو المشروع يعني إيه أصلا الجائزة دي يعني إيه الحكاية دي تمامك نحن نفهم في الكرة اللي بتتلاعب دي منتشوفها من جوة أو لك الحاجات اللي من بره دي ممكن ما نفهمهاش قوي وعايز أعرف برضو بالمناسبة يعني مين اللي بتشارككم في المشروع ده عشان عارف أن أنتوا كمجموعة فنقول برضو أسماء الناس دي عشان نشاركهم معنا في الحوار وهم مش معنا وتفهمنا إيه المشروع تمام أول حاجة اللي احنا مين معنا يعني أنا ومعايا مرام وفيه أنجي الجميل وفيه سيف عامر وفيه أحمد محمد كامل عظيم احنا التيم ده تكون في الدبلوما في جامعة الكاهرة هاي تخليني أبدأ أول أصلا الفكرة جات منين هاي وبعد كده نخش في التفاصيل كله انت بص معاك الكلمة تمام ومش هقطعك كمان تمام بس ورام ممكن تقطعك بلا حياتك لا لا عادي كده مع بعضين لا حكذا كده كده تيم واحد ومع بعض فضل الفكرة جات منين الفكرة جات أن أنا في 2019 كنت متطوع في كأس الأمم كنت في اللجنة العلانية في سيد القاهرة بدأت أشوف قدق إيه في مشاكل موجودة في الطريقة بتاعة الركروتينج للفولنتيرز يعني إزاي أنا يعني بقدم أول مرة على الويب سايت بتاع اللجنة المتنظمة باخد معي صورة وصوصة وباخد معي الابليكيشن باملاه بعد كده بعمل انتريفو بتقبل بلاي نفسي بروح تاني معي صورة وابليكيشن وسي في عشان تتبقى متطوع في البطولة بالضبط كده فالبروزيس عملا بتتعايد لحد ما وصلت يوم البطولة برضو طلبين مني نفس الأوراق فحسينا إن هو في صعوبة في إن أنا أصلاً يعني إيه إزاي أوصل من إن أنا عايز أقدم لإن أنا وصلت في الآخر صح بعد كده إن أنا عايز أبقى متطوع فعايز أتبقى بسهولة ويسر عشان أروح بسرعة أشتغل بالضبط كده هاي فلما إحنا تجمعنا في الدبلوما الكثير إحنا بدو يعني هارجع للبويند تاني بس إحنا بنعمل تيم في الدبلوما عشان نشتغل مع بعض هاي فكل واحد فينا بيقدم فكرة يعني من التيم بتاعي ونقول بنشوف إيه أكتر حاجة عندها بوتانشيل أكتر وإيه أكتر فكرة يعني كويسة إن هي ممكن تنجح في الدبلوما يعني لما تتلع على الماركت تبقى كويسة هاي فأنا عرضت الفكرة دي من وقع إن أنا كنت موجود في المجال ده يعني نالت إعجابهم شوية فبدأنا نبص على إيه اللي حصل في البطولات الفترة فأخذنا الإجزامبل بتاع الكاسر القرم تاني كان في معلومة بتقول إن فيه 80 ألف شخص فتحوا اللينك ده اللينك ده بتاع البطولة عشان يقدمه هاي فيه 5400 واحد بس اللي ما دل أبليكيشن البطولة أصلاً كانت محتاجة كام؟ حوالي 2400 من 3000 فإحنا حاسنا إنه فيه جاب ما بين التمانين ألف للـ 5000 فالناس دي وقعت في إيه اللي خلوهم ما يكملوش الخطوة اللي بعدها بدأنا نعمل استطلع رأي تتكلمنا مع حوالي 300 شخص ما بين متطوعين ما بين فانز ما بين لجنة منظمة بدأنا نشوف الناس دي إيه المشاكل الوجوه الفانز شافوا مثلاً المتطوعين إلى حد ما فيه ناس منهم مش بيكون عندهم خبرة أو في الأماكن مش عارف مثلاً لو أنا سألته هو فين مدخل بوابة اتنين مش عارف لو الحمامات فين حاجات بيزيك قوي مش معروفة بدأنا نشوف المتطوعين إيه المشاكل الوجوهة قالك مثلاً إيه اللبس ممكن نيجي غلط يعني مشاكل كتيرة داخلية التقديم البروست الصعبة فيه ناس كتير أصلاً ما كانتش عارفة إزاي تقدم ولا عارفة فيه الليينكس ولا يعني إزاي ممكن أتطوع أصلاً ما كان نفسي بس ما رأيتش حاجة تقول كده بس هنا برضو للجنة المنظمة بدأنا نشوف إيه المشاكل اللي موجودة عندهم بقى فيه مشاكل برضو فينه هو مين أولى يكون موجود في المنطقة دي يعني كأوبريشن جوالستاد مين أولى مين ما كانوا هنا صح مين ما جاش نهو ده بقى فيه مشكلة فين حتى الناس تترك مين اللي مكان موجود فخدنا كل المشاكل دي بدأنا نحطها كده ونشوف إيه الحل اللي ممكن يعني نلاقيه بالمشاكل دي فكان أسهل حاجة بالنسبة لي أنا مهندة كمبيوتر فكان الحاجة اللي بالنسبة لي إن أنا أحاول يعني كان دايماً عندي يعني حلم إن أنا يعني أمرج التكنولوجي اللي أنا تعلمتها بالرياضة بالفاشن اللي عندي فبدأت أشوف بقى مشاكل إزاي بقى المشكلة للمبوضة دي أبدأ أحطها في شكل حل التكنولوجي فمن هنا بقى جاءت الفكرة ومن هنا بقى نشتغل عليها الفكرة بقى عبقى عن إيه أيوة بقى منتها البساطة هي بلاتفورم يعني مقسومة حكتين مقسومة ويب سايت ومقسومة أبليكيشن جزء منها بيشتغل قبل البطولة اللي هو يعتبر يعني الويب سايت ده بيكون زي يعني كمينيكيشن ما بين اللجنة المنظمة عشان يقدروا اللي هو بقى الريكروتين والسيلكشن بروسس وكل الاتصال بين اللجنة المنظمة والمتطوعية بالضبط كده مقبل البطولة لأنه أنا أقدر في الآخر أختارك كوادر لصالحة بالنسبالي في البطولة بعد كده بدأنا نشوف طب إيه المشاكل تانية اللي موجودة أثناء البطولة لأينا برضو فيه مشكلة في الكمينيكيشن بقى ما بين الناس والتسكات فين والحاجات دي كلها والأوبريشن ستعته فين وكده فبدأنا نشوف إيه الأكتر حاجة ممكن نكون معاونة طبعاً بشين فايكون ويب سايت ماحتاج موبيليتي فالموبيليتي دي ماحتاجة موبايل فعملنا فكرة انها نزود موبايل الابليكيشن الابليكيشن ده بقى فيه كل بقى التفاصيل اللي بقى اللي الناس تكلمت عنها ازاي تقدر تتحل بالطريقة دي هاي أخذ حاجة في الحتة دي بقى مبعد البطولة عندنا مشكلة كبيرة قوي يعني دايما بنهاية الموضوع ده ان احنا بنعمل حاجة كويس قوي قوي ونيجي في الآخر مش بنقفلها كويس بنسيب الموضوع وينش صح يجي لك فكرة حلوة بزرطك وبتحاول تشتغلها كويس بس في آخر جزء بزرطك يعني بناء يجي مسلا يوم الكلوزن بنعمل اذا كان الكلوزنج جرهيب وحفلة جامدة والناس بقى في الخروج والناس كلها بتلاقي كل حاجة بازت كل حاجة ومش عارف مين كان موجود ومين عمل ايه وتبدأ الحقوق تضوح اخر يوم في المدرسة بزرطك اللي هو فجأة كلنا بايت عشاء خلص خلاص بقى هنروح لأجازة بزرطك فبعده عملنا حسابنا ان احنا نبدأ يعني ايه زي كده ايه تقييمات في الآخر بتتعمل احنا عملنا ايه في البطولة دي احنا مشينا صح ولا غلط احنا كنا على التراكل احنا عايزينه ولا في حاجة ضعت مننا بس فهي دي دين الفكرة الفكرة منحش المر بزبط كده